كتاب المقدس مع الوالي سارغوس بوليس وهو رجل فهيم فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله فقاومهم عليم الساحر لأنه هكذا يترجم اسمه طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان هذه الآيات من أعمال الرسل 13 الآيات 6 إلى 8 ما يذكرك هذا بشي ما يشبه حال الأمس باليوم تلاقي البطانة الفاسدة تحيط حول الملك أو الحاكن علشان يمنعوه من سماع كلمة الرب يسوع المسيح مثل ما حصل من حوالي 2000 سنة هنبعد نفس الشيء ونفس السيناريو يتكرر اليوم تلاقي المتسلقين هدول الحاقدين والسحرة اللي يأخذون شكل التقوى وهم كذابين مثل بار يشوع الساحر أو عليم زي ما يسمونه بالعربية يأخذ اسم ابن يسوع وهو أبعد ما يكون عن يسوع تماما مثل هذه الأيام تجي تلاقي واحد اسمه عبد الله هو أبعد ما يكون عن الله لكن تلاقي هذا الحاكم سارجوس بوليس والذي يصفه الروح القدس بالإيه بالفهيم هو من يبادر بطلب الرسول بوليس وليسمع منه كلمة الرب فكل حاكم أو شخصية عمومية يحيط نفسه بالغموض والسرية في الواقع هو شخص يسمح للشيطان المتمثل في بار يشوع أن يسيطر عليه والعكس صحيح كل إنسان منفتح على الناس هو الذي يملك زمام الأمور فهل يوجد من حكامنا في العالم العربي اليوم من يطلب سمع كلمة الرب يسوع المسيح من أحد رسله التاريخ والكتاب المقدس يكرم هذا الحاكم وحنا نعرف اسمه اسمه سارغوس بوليس وبعد أن دعا هذا الوالي المبارك الرسول بوليس لسماع كلمة الرب تلاقي الرسول بوليس رسول المسيح بالإضافة للتحدث عن كلمة الرب للوالي قام بنزع القناع عن هذا المدلس بار يشوع وعطاه اسمه الحقيقي هو ابن إبليس حسب الآية عشرة صلاطي أنه الرب يكرم حكامنا ويفتح عيونهم كما أكرم الرب الوالي سورجوس بولوس والرب يبارك كل من يسمع أقوال كلام الرب يسوع ويعمل بها آمين